الزيتون وهو نوع نبات شجري من النباتات الزيتية الدائمة الخضرة يستخرج من الزيتون زيد الزيتون ذو الفوائد الغدائية والصحية والتجميلة العالية وتختلف ألوان الزيتون من أخضر إلى أسود وأحمر بنفسجي كذلك وقد ذكر الزيتون في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة على أنه من شجرة مباركة ألا وهي شجرة الزيتون وشجرة الزيتون مباركة فعلا حيث أنه يستفاد منها ومن زيتها وخشبها وأوراقها وهنا سوف نتطرق إلى الفوائد العديدة لأوراق شجر الزيتون والطريقة والكيفية الصحيحة لاستعمالها لمعالجة العديد والكثير من الأمراض فوائد أوراق شجر الزيتون ورق الزيتون لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيئ تساعد خلاصة ورق الزيتون على خفض ضغط الدم إذا استعملت بانتظام كما تحتوي على مواد تحمي جدرال الأوعية الدموية من أي خلل وقد أثبتت الدراسات قدرات مستخلص أوراق الزيتون على التقليل من مستويات الكوليسترول السيئ بالجسم وبالتالي منع تراكم الدهون في داخل الأوعية الدموية وتساعد خلاصة ورق الزيتون عموما على خفض فرص الإصابة بالعديد من أمراض جهاز الدوران مثل الجلطات ومراض الشريان التاجي أوراق الزيتون لتنظيم مستويات سكر الدم أثبت الدراسة أن من فوائد ورق الزيتون قدرته على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم مستويات سكر الدم لذا من الممكن استخدام خلاصة ورق الزيتون لسيطرة على سكري الدم لمرض السكري أو حتى للوقاية من مرض السكري أوراق الزيتون للوقاية من السرطان لخلاصة ورق الزيتون العديد من الخصائص المضادة للأكسادة الأمر الذي تربطه الكثير من الأبحاث بالوقاية من السرطانات المختلفة كما أن لمضادات الأكسادة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وثيرة نمو الأمراض السرطانية أوراق الزيتون لتحسين وضائف الدماغ من فوائد ورق الزيتون الهامة القدرة على محاربة الأمراض العصبية المختلفة مثل مرض الباركنسون ومرض الزهايمر وأحيانا قد توصف مكملات خلاصة ورق الزيتون للتعافي بعد السكتة الدماغية أو من أي ضرر آخر يصيب الدماغ أو لتقليل فرص حصول أمراض الدماغ مجددا مع المرضى أوراق الزيتون لتحسين الهضم وجدت أن لخلاصة ورق الزيتون قدرة على تحسين عمليات الهضم عموما وتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك والسبب في ذلك يعود لأن خلاصة ورق الزيتون تساعد على إعادة توازن لبكتيريا الأمعاء الأمر الذي يؤثر إيجابا على الهضم وبشكل منحوض أوراق الزيتون لتسكين الألم من فوائد ورق الزيتون أن له خصائص تساعده على تسكين الألم عبر تطبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة ويتم استعمال خلاصة ورق الزيتون أحيانا لتسكين آلام المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي والآلام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات أوراق الزيتون لتحسين وثيرة عمليات الأيض لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون وذلك بسبب قدرتها على تحفيز إنتاج الأدرينالين وهرمونات أخرى الأمر الذي يزيد من سرعة عمليات الأيض ويزيد من حرق الضهون في الجسم أوراق الزيتون لمرض نقص المناعة المكتسبة السيدة تساعد أوراق الزيتون على تخفيف أعراض المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة وهو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية فيروس HEV وتؤدي الإصابة بهذه الحالة المرادية إلى التقليل من فاعلية الجهاز المناعي للإنسان بشكل تدريجي ليترك المصابين به حردة للإصابة بأنواع عديدة من العدوى والأوراق أوراق الزيتون لتعزيز صحة جهاز المناعة بسبب الخصائص المضادة للأكسادة التي تمتلكها أوراق الزيتون فإن تناول خلاصة أوراق الزيتون بانتظام يساعد على التخفيف من عمليات الأكسادة الضارة في الجسم مما يقلل من الضغط المفروض على جهاز المناعة للدفاع عن الجسم وحمايته أوراق الزيتون لعلاج الإصابة بالهيربس تعد خلاصة أوراق الزيتون وصفة شائعة لعلاج فيروس الهيربس بشكل طبيعي إذ أثبتت دراسة وجود مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب التي يمتلكها أوراق الزيتون تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري الطريقة والكيفية الصحيحة لاستعمال أوراق الزيتون هناك طريقتين يمكن من خلالهما الحصول على فوائد أوراق الزيتون الطريقة الأولى وهي استعمال مكملات خلاصة ورق الزيتون حيث يتم استخلاص المركبات الكيميائية والعضوية الهامة من أوراق الزيتون صناعيا وبتراكيز موافقة عليها من منظمات الصحة العالمية وتكون غالبا على شكل كبسولة آمنة ويمكن تناول مكملات خلاصة ورق الزيتون بعد استشارة الطبيب الخاص بك هذه المكملات تكون متوفرة في الصيدلية وشبه الصيدلية شاي ورق الزيتون تستطيع الاستفادة من أوراق الزيتون عبر استخدام الأوراق مباشرة لصناعة الشاي عبر غلي الأوراق في الماء الساخن ولكن هذه الطريقة لم تمنحك كافة الفوائد التي سوف تحصل عليها إذا قمت باستهلاك مكملات خلاصة ورق الزيتون إلا أنها لا تزال مفيدة للصحة محادر ومخاطر ورق الزيتون مع أن الفوائد عديدة ومتنوعة إلا أن هذا لا يمنع وجود أعراض جانبية تستدعي الحضار الالتهاب التسمومي بعد أن تقوم المواد الهامة في خلاصة ورق الزيتون بالقضاء على الالتهابات قد تطلق مواد سامة تحفز الجسم على إحداث ردة فعل لحماية نفسه تتمتل ردة الفعل هذه في أمور مثل ألم المفاصل والتهاب العضلات التعرق الحما والصدع مشكلات في المعيدة قد تتسبب خلاصة ورق الزيتون في حدوث إسهال إذا تم تناولها على الريق كما في بعض الأحالات قد يصاب الشخص بحرقاف في المعيدة عند تناول شاي ورق الزيتون وهذه من الأعراض الجانبية التي لا تسببها مكملات ورق الزيتون الدوخة والدوار في بعض الأحيان قد يسبب تناول مكملات خلاصة ورق الزيتون حدوث الدوخة ودوار لسيما لدى مرضى انخفاض ضغط الدم التفاعل مع بعض الأدوية من تأثيرات خلاصة ورق الزيتون أنها قد تسبب انخفاض في مستويات سكر وضغط الدم لذا فإن تناولها من قبل مرضى السكرية أو مرضى انخفاض ضغط الدم قد يتفاعل بشكل سيء مع الأدوية أو يقلل أو يزيد من فعاليتها كانت هذه جميع المعلومات حول ورق الزيتون فوائد الأضرار كيفية الاستعمال يمكنكم متابعتنا على مدونة رتاج لمزيد من المواضيع والمعلومات حول كل ما يتعلق بالصحة الجمال تغدال مرأة طفل زيوت الأعشاب وغيرها الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديو هذا متابعتنا على موقع رتاج على الفيسبوك والانضمام إلى مجموعة رتاج جميع الروابط تجدونها أسفل في صندوق الوصف